علامات الساعة اكتشف زواج زوجته وهي في عصمته قصة محمد وشيرين تثير الجدل مراتي اتجوزت علي وهي لسه في عصمتي وأنا رفعت عليها قضية بتهمة الجمع بين زوجين بهذه الكلمات بدأ محمد عادل حكايته الصادمة في استغاثة علنية متحدثا عن معاناته مع زوجته شيرين زكي التي تزوجت من شخص آخر رغم أنها لا تزال في عصمته بعقد زواج عرفي مما أثار ضجة وجدلا واسعا يروي محمد أن علاقتهما بدأت منذ ما يقارب أربع سنوات حين تعرف على صديق له في العمل وبمرور الوقت أصبحت العلاقة قوية لدرجة أنهما بدأا يتشاركان بعض الأمور الأسرية ومع مرور الوقت توفيت زوجة صديقه ما أدى إلى غيابه لفترة وخلال هذه الفترة بدأت المشكلات تتفاقم بين محمد وزوجته شيرين حيث بدأت تظهر تصرفات غريبة منها حتى ظن أن هناك شيئا غير طبيعي يحدث وأضاف محمد خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صد البلد أي مشكلة صغيرة بينا بقت تكبر بسرعة وبدأت زوجتي تتطاول في الكلام علي بشكل غير معهود وكنت حيران لو كان في سحر أو شيء غريب ورى الموضوع وأشار محمد إلى أن زوجته شيرين قررت في تلك الفترة مغادرة منزل الزوجية واستئجار منزل آخر وحين حاول مواجهتها برغبتها في الانفصال صرحت له بأنها لم تعد تحتمل الحياة معه وبعدها رفعت عليه قضية خلعا في المحكمة وأضاف بحسرة بعد حكم المحكمة بالخلع تقبلت الواقع المؤلم ورضيت بالأمر لكن بعد تسعة أيام من الحكم تفاجأت بأن شيرين تواصلت معي مرة أخرى تطلب الرجوع وتوثيق عقد زواج جديد في اليوم التالي من تواصل شيرين اتجه محمد معها إلى المأذون لتوثيق الزواج لكن فوجئان بأن المأذون أبلغهم بعدم إمكانية تسجيل عقد زواج رسمي إلا بوجود شهادة الطلاق الأولى وفي ظل هذه العقبة اقترح المأذون كتابة عقد زواج عرفي يتم توثيقه لاحقا بعد فترة قصيرة من كتابة العقد العرفي بدأت شيرين تزور منزل محمد سرا بدون علم عائلتها خشية من رفضهم أو مقاطعتهم لها وأوضح محمد أنه وافق على تلك الخطوة أملا في أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تستقر حياتهما مجددا لكن الأمور لم تمضي كما توقع فبعد فترة قصيرة تفاجأ محمد بأن شيرين امتنعت عن العودة إلى منزل الزوجية رفع محمد دعوة انذار طاعة في المحكمة لكن شيرين لم تستجب مما دفعه لرفع دعوة إثبات زواج بناء على عقد الزواج العرفي لكن تم تأجيل الجلسة لعدم حضوره بسبب ظروف خاصة ومع مرور الأيام تلقى محمد سؤالا صادما من شخص يسأله مرتك تجوزت من شخص تاني؟ ليصدم محمد ويبدأ بالبحث فاكتشف أن شيرين قد تزوجت من صديقه القديم الذي تعرف عليه منذ أربع سنوات والذي كان قد اختفى عن حياته بعد وفاة زوجته بذهول وغضب قرر محمد التواصل مع صديقه وزوج شيرين الحالي حينما واجهه بالحقيقة أكد الصديق أنه قد تزوج من شيرين بعقد زواج رسمي موثق من مأذون شرعي بناء على حكم الخلع بين محمد وشيرين لكنه لم يكن يعلم بشأن عقد الزواج العرفي الذي كتبه محمد مع شيرين بعد أيام من حكم الخلع عند هذه اللحظة قرر محمد اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية ضد شيرين بتهمة الجمع بين زوجين بهذه القصة يتساءل الجميع هل هناك قصور قانوني أم خديعة؟